اشتركوا في القناة وزير الداخلية يقول الوزارة لن تنهار ولن يقتحمها أحد وسنتصدى للخارجين على القانون متظاهر التحرير يحرقون مكتب الجزيرة ردا على تهمة البلطجة وقف اطلاق النار في غزة بضمانة مصرية الحكومة تقلل العبء الضريبي على الأفراد وتوحده للشركات رفع سعر بنزين 95 وتكهنات حول تغيير وزاري وأخيرا تقرير رسمي بيقول التلفزيون المصري بيعاني التخبط وده من الأهرام نبتدي بأول خبر والأحداث اللي بقالنا من يوم الاثنين فيها نيرال محمد محمود تمهد لمليونية غدا هي الأحداث من يوم الاثنين بتتصعد وتصعدت الأحداث دي بعد مؤت جابر صلاح أو طبعا خرج مبرح مدير مستشفى القصر العيني وقال إنه هو ما ماتش لكن كل الناس بتقول إنه هو توفى لكن هو بيقول إنه هو في غيبوبة تامة غيبوبة تامة يعني المشكلة إن استهداف هذا الشخص هذا الشخص كان طبعا من ضمن الناس الكتير اللي كانوا بيحركوا الثورة أو من ضمن الناس اللي كانوا في ثورة 25 يناير بعد الثورة كان دي نشاطات كتيرة جدا كان بيطالب الدولة وبيطالب الحكومة بحق الشهداء اللي ماتوا في كل الأحداث اللي فاتت وخاصة في أحداث محمد محمود وأحداث برسعيد لكن للأسف شديد تم استهداف الله أعلم بقى استهدافه بشخصه أو الضرب جي فيه هو وصيب بطلق ناري هي دي المشكلة من بعد إصابة جابر والأمور بدأت تتصعد التصعد في حوالين وزارة الداخلية طبعا بيقال إن فيه هناك مجموعة من المندسين ودخلنا مرة تانية أو تالتة أو عشرة في موضوع الطرف التالت اللي موجود في المظاهرات وشمعنا المظاهرات اللي بتبقى قدام وزارة الداخلية أو في أحداث محددة بيطلع فيها طرف تالت أو مجموعة من البلتجية وزارة الداخلية قبضت على 118 واحد أنا شايف إن الأمور يجب أن تخز بتروي يجب إن في الأول يتم حساب كل من هو كان السبب مثلا في أحداث محمد محمود اللي فاتت يجب أن يكون محاكمات سريعة رئيس الجمهورية قال إن هو هيجيب حق الشهداء ولن يفرط في دماء الشهداء الفترة اللي فاتت دي كلها ملقناش أي محاكمات ملقناش أي حاجة الناس خرجت رفضة ما يحدث وبرضو معترضة على أداء الحكومة يعني دخل فيها كذا حاجة يعني معترضة على أداء الحكومة معترضين على حق الشهداء اللي راح كل ده تزايد في محمد محمود بجانب الإصابات اللي بتحدث بجانب استهداف أو ضرب جابر كل ده أدى إن فيه دعوة لمليونية غدا اللي هي عيون الحرية دي العيون الحرية دي بيطالب بإقالة مجلس الوزراء كله رئيس الوزراء بيطالب بحل الجامعات الاساسية بيطالب بحاجات كتير جدا داخل الدولة المصرية لأن الفترة اللي فاتت دي هناك الكثير والكثير من الأخطاء اللي حدثت أو البطء الشديد في التعامل مع الأمور أو الأمور التي تخص المواطن المصري تخص الثورة المصرية خاصة في حقوق الشهداء بجانب النقطة الثانية اللي هي اللجنة التأسيسية للدستور لكل طواف الشعب أو كل الجهات غير الإسلام السياسي برضا غير الإسلام السياسي نحن نتكلم على الطواف المدنية كلها غير الإسلام السياسي كلها رفض اللجنة التأسيسية للدستور وانسحابات كتير جدا من كل يعني انسحابات القوى المدنية انسحابات نقابة صحفيين انسحابات طبعا التلت كنائس رفض القضاء بكل هيئاته لما يحدث والخاصة المحكمة الدستورية رفض من القوات المسلحة لما يحدث في الدستور ولكن هناك تصميم واضح على الانتهاء من الدستور فكل ده عامل برضو نوع من أنواع الاحتقان السياسي داخل الدولة كل ده بيمهد برضو ان بكرة يبقى فيه زيادة في اعداد المتظاهرين المتواجدين في مليونية عين الحرية وانا ادارش ننسى كمان قطار اسيوت والاطفال القطار اسيوت والاطفال والوزارة وكل ده دخل في في وقت واحد في احداث محمد محمود يعني احداث محمد محمود دي كانت شرارة اشعلت الغضب داخل اوساط الشرع المصري كله قبل ما انتقل الخبر الجاية بس عايز اقول انه جابر هو طالب سانوي برضو عشان لو ناس مش عارفة شوية معنوية طالب تانية او ثالثة سانوي بالمناسبة هو من الناس اللي كانت انتخبت فعليا دكتور مرسي لانها كانت شايفة انه ده الحل لدولة ديمقراطية فبس دي معلومتين كنت حابة ان انا اكد عليهم قبل ما نكمل بقية الاخبار من الاهرام الخبر اللي جاي وزير الداخلية اعلن بارح في المؤتمر الصحفي العمل وقال من ضمن التصريحات كثيرة قالها ويمكن ابرزها كان الوزارة مش هتنهار ولن يقتحمها احد وسنتصدى للخارجين على القانون وقبل التعليق حضرتك بس انا كمان فكرة اقتحم وزارة الداخلية نفسها انا عايزة اسأل سؤال ونفسي المهندس اللي بنى الصور اللي حوالين وزارة الداخلية يرد علينا لانه انا سكنة جنب الوزارة تقريبا بعد ذي عليها كنت كل يوم من اكتر من عشر سنين يمكن اتبانى الصور الجديد اللي انا شفته صور تقريبا فلاز يعني فاقتحمه باعتقد انه محتاج صواريخ يعني اقتحم وزارة الداخلية بشكل عام لا هو طبعا الوزير بيطمئن يعني دي رسالة طمئنة لأفراده اولا واخيرا لان خلي بالك ان افراد الشرطة اللي وقافين شايفين ان في ناس بتصاب من عندهم في ناس بيتعرضوا للضرب للشتيمة فهو دي رسالة طمئنة للأفراد ورسالة طمئنة برضو للدولة لان خلي بالحضرتك ان انهيار او محاولة اقتحام وزارة الداخلية ده فيها انهيار لجهاز الشرطة مرة تانية تماما يعني احنا لازلنا نعاني من انهيار الشرطة في احداث 25 يناير من بلطاجة في الشوارع وسرقاته وسرقات بالإكراه وما الى ذلك فاحنا شايفين بالوقتي ان انهيار والداخلية بتدت تعود طبعا مش بنسبة 100% بس بدنا نحس بوجودهم في الشوارع فمحاولة اقتحام او محاولة الاقتراب من وزارة الداخلية ده بيعتبروه اهانة لوزارة الداخلية واهانة للدولة المصرية سقوط وزارة الداخلية او محاولة اقتحام وزارة الداخلية ده انهيار لجهاز الشرطة في مصر وانهيار للدولة المصرية اللي احنا مش واخدين بالنا برضو من القصة دي لان دي حاجة ركيزة من ركاز الامن داخل مصر او ركيزة من ركاز النظام داخل مصر فانهيار وانهيار للدولة المصرية بأكملها فهو بيحاول انه هو يرفع من الروح المعنوية للزباط والجنود وعلى الجانب الآخر بيحذر أي واحد بيحاول الاقتحام. أي واحد بيحاول أنه يقرب من وزارة الداخلية. لكن لازم على الوزير وعلى قيادات الشرطة أنها تحاول تضبط النفس. طبعا ما ينفعش أن يحصل أنهم يتركوا الناس أنه تدخل على المنشآت العامة. أول مدرسة الليسي بابلوق. في بعض العمرات في شوية حرقت. فطبعا وزارة الداخلية يجب أن تكون موجودة وتمنع ما يحدث. على الجانب الآخر عدم استخدام الرصاص الحي وطلقات الرصاص التي تؤدي بحياة يعني مثلا يشوفوا واحد ممكن يقبضوا عليه يجبوه. زي ما قبضوا على 18 واحد. يتحق معهم ويتعرف هل دول عملوا أو ما عملوش. وقدموا لمحاكمة لأنهم استخدموا العنف وحرقوا ضربوا بالملوتوف. بدون إهانة وبدون ضربة. طبعا 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 لكن برضو يجب أن يكون التعامل بضبط النفس برضو هما كل شوية البيانات اللي بتصدر من نزارة الداخلية بيقولوا أنهما يعني في أقصى درجات ضبط النفس بيستخدمينها في العمليات دي. طبعا إحنا ضد أي عمليات تخريب ويجب على قوات الشرطة أنها تحافظ على المنشآت العامة والخاصة. طبعا الخبر اللي بعده برضو يلقب نفس الأحداث. إن بارح تحرق مكتب الجزيرة والمتظاهرين حرقوها ردا على تهمة البطغة. لأن القناة كانت بتتهم كل الموجودين في محمد محمود بالبطغة. هي دير مشكلة. أشبه الليلة بالبارحة. هي مشكلة قناة الجزيرة مباشرة أنها واخدة اتجاه واحد. هذا الاتجاه هي بتتهم. زي ما كانت قبل أحداث قبل انتخابات الرئاسة. كانت واقفة مع الناس اللي واقفة في محمد محمود. وبتتهم اللي بيدربوهم بالبلطغة. وبتقول إن ده ليهم حق. وكانت واقفة بقوة مع متظاهري محمد محمود ومتظاهري مجبس الوزراء. انقلبت الآية فجأة. وأصبح من يقف أمام محمد محمود. ومن يقف أي ميدان أو شارع. فهو بلطجي. لهذا السبب إن المتظاهرين طبعا مرضيوش بالكلام ده. فللأسف الشديد حرقوا مبنى قناة الجزيرة اللي هي موجودة في مدان التحرير. أنا برضو أداء مش مقبول. يعني هو طبعا ما يبقاش الرد الفعل بهذا الشكل. خلي بقى لحضرتك أن رد الفعل بهذا الشكل برضو لأن قناة الجزيرة مباشرة وجودها في مصر غير قانوني. ففي ناس كتير جدا تحفظت عليها. وشمعنا قناوات تانية بتتقفل. والقناة دي لازالت هي الوحيدة اللي مفتوحة رغم أنها مبارة مصر. ففي ضغينة أصبحت بين المتواجدين في الشارع المصري وبين قناة الجزيرة مباشرة. فلهذا السبب أتصور أن هو حصل اللي حصل معاها ده. وتم حرق المقر. ومحدش عارف الفترة اللي جاية دي يجب أن يكون فيه تهدئة في الشارع المصري. قبل أن ننتقل لشوية الأخبار اللي بعد كده اللي بعيد شوية أحناس محمد محمود. توقعاتك إيه البكرة؟ هو أنا أتوقعاتي أن بكرة المليونية دي هيبقى فيها عدد كبير من القوى السياسية ومن الطائرات الشعبية المعارضة. نشوفي كل واحد غير راضي عن أداء الحكومة أو عن الأداء في الفترة اللي فاتت دي هينزل في مدان التحرير وهيقول رأيه. العدد أتصور أنه هيبقى بزيادة. مش هيبقى فيه خوف. مش هيبقى فيه رهبة. أتصور أن العددها تبقى كبيرة بكرة في مدان التحرير. لا أتوقعش أحداث الشغب. وإن كانت الناس كلها عندها تخوف. أتصور أنه ليس هيحصل فيه أحداث شغب. وأتصور أنهم يخافوا من الخوف أن ينزل طيار آخر معهم في المدان. ويحصل مصدمات زي اللي حصلت قبل كده. لكن ما أعتقدش. أعتقد أنه المفروض تيارات اللي مش موافقة على هذه المليونية ما تشاركش. ما تشاركش. هو أهم حاجة. اللي رافض ما ينزلش. لكن ما يقولش أنا كمان بدعو المليونية مثلا لأي حاجة تانية. لنصرة غزة مثلا. مش وقتها. مش وقتها أي حاجة. الخبر البعض هو العلاقة بغزة. ووقف إطلاق النار في غزة بدمانة مصرية. هو طبعا ده دور قوي جدا للمخابرات المصرية. بقالها من يوم ما بدأت المشاحنات. أو اطلاق التصعيد. بين غزة وبين إسرائيل. المخابرات المصرية قامت بدور قوي جدا. واتصالات قوية جدا مع غزة. حركة حماس. ومع السلطة الإسرائيلية. أتصور وصلوا الاتفاقية دي مبارح. طبعا هي فيها نقطة واحدة. بس أنه برضو لن يتم فك الحصارة عن غزة. لكن أنا شايف أن برضو وقف إطلاق النهار ده شيء كويس. رغم أن إسرائيل النهار ده الصبح صراحت. وقالت أن فيه 12 صاروخ. اتضربوا بعد وقف إطلاق. بعد الهدنة اللي تمت أو الاتفاقية اللي تمت دي. 12 صاروخ نزلوا على مناطق إسرائيلية. التصور دي ممكن يعني ياخدوها زريعة فيما بعد. لكن إنت لو شفت حضرتك الفترة اللي فاتت دي. أن أداء القوات الإسرائيلية. ما كانتش أداء برضو قوي. يعني إسرائيل كانت مستنية هدنة. يعني ما كانش عايزة. كان فيه تصرحات نهما ينزلوا بري. ما هو خلي بال حضرتك أنه عمل حشد من 75 ألف جندي. وكان بالفعل هو على استعداد أنه هو أجلها مبارح أجلها 24 ساعة. يعني أجلها لغاية النهاردة. لغاية وقف الهدنة. هل هيتم الاتفاق على الهدنة دي. ولا لن يتم الاتفاق على الهدنة. ولو كان تم الاتفاق. تصور أن إسرائيل كانت تنفس تهديدها. وكانت تكتاح غزة بري. لكن النقطة الأهم دلوقتي. أن هناك مصالحة بين الإسرائيليين وبين أهالي غزة. أهم من المصالحة الإسرائيلية الغزوية. المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. هي أهم حاجة. لأن هناك انشقاك كبير جدا. بين السلطة الفلسطينية. وحركة حماس الموجودة في غزة. وكل ما يحدث على الأرض. هو بسبب الخلافات الفلسطينية الفلسطينية. ولن تنصلح القضايا الفلسطينية. ولن تحل القضايا الفلسطينية. في ظل الانشقاك الفلسطينية. بمناسبة الدور المصري في هذه الهدنة. هل عندنا أخبار إذا كانت الأنفاء اتقفلت. والمعبر يبقى مفتوحة على طول بقواعد وضوابط. أو برضو ما زالت الأنفاء موجودة. لا. الأنفاء أخطر حاجة بتضر الأمن القوم المصري. يجب أن نكون معترفين بها. لا نقول أنها ترفع. كان في تصريحات بقفل كل الأنفاء. كان في الأول خالص. في أول أحداث سينا. قالوا أن هناك قرار بقفل كل الأنفاء. وقفلوا 32 نفأ. وده آخر تصريح. ما قالش بعد كده أي تصريح. المتحدث الرسمي بالقوات المسلحة. 32 نفأ. من المعروف أو يعني من اللي بتقالني فيه أكثر من ألفين نفأ موجود. فإحنا قفلنا 32 من ألفين. عايز أقول للحضرتك أن ده أخطر شيء يضر الأمن القوم المصري. إحنا أهل غزة على رأسنا. المعبر يتفتح. المعبر يتفتح بضوابط. بدوابط دي أهم حاجة. لكن الأنفاق يجب أن تغلق. إحنا ما بنغلقهاش في وش أهالي غزة. أو ما بنمنعش عنهم حاجة. لكن هذه الأنفاق أنفاق غير شرعية. أنفاق بيتم منها تهريب السلاح. تهريب السولر من مصر لغزة. تهريب بعربيات مسروقة. كل شيء يتوهرب من الأنفاق. ودخول الجماعات الإرهابية لسينة. وقصة كبيرة جدا على أرض سينة. والسبب فيها أنفاق غزة. نحن الوقت بيخلص. وفضلنا ثلاث أخبار. هل تحب أن تتعليق؟. نتكلم على التقرير الرسمي. التقرير الرسمي أن التلفزيون المصري يعاني من التخبط. هذا التقرير الذي عمله إدارة التحدي الزعوة والتلفزيون المراقبة. من الواضح أن هناك تخبط ليس في التلفزيون المصري. ولكن في الإعلام الحكومي والرسمي كاملا. التلفزيون المصري. الصحف القومية أيضا تعاني من تخبط في تناولها للأمور. التلفزيون المصري يستنى. عندما يحدث حدثة مثل حدثة محمد محمود. ينقلها من أي وجهة نظر. هل وجهة النظر الداخلية؟. أم وجهة نظر المتظاهرين؟. ينتظر فترة طويلة جدا. للأسف شديد القنوات الخاصة بتطلع. بتقول اللي هي عزاء أو الاتجاه اللي هي واخداء. فالتلفزيون المصري بيطلع للأسف شديد من أيام أحداث 25 يناير. ولازم لغاية دلوقتي التلفزيون المصري أصبح متخبط. وده للأسف شديد. لأن هذا التلفزيون الرسمي هو ليمثل الدولة. التلفزيون أصبح متخبط. ما عنده سرعة في نقل الخبر. لأنه بينتظر التعليمات اللي بتجيله من قيادات أيا كانت هذه القيادات. للأسف شديد برضو القيادات بتستنى وقت لأنها بتاخد برضو تعليماتها من قيادات أخرى. فكل ده بيؤثر بشكل كبير على مصدقية التلفزيون المصري. وليس مصدقية التلفزيون المصري. مصدقية مصر كلها. لأن التلفزيون ده هو اللي بيمثل مصر. وعايز أقول لحضرتك ما هو تلفزيون فقط. أنا بتكلم برضو على الصحف القومية. اللي هي اللي تتبع لمجلس الشورى. أصبح هناك برضو تخبط كتير جدا. وأصبح تناول الموضوعات وتناول الأحداث يجب أن يأخذ بزاوية واحدة. أو يخشى أن نأخذه بزاوية معينة. فتؤثر على القرار. حد يتحاول التحقيق. حد يأخذ جهزة أو مشابة. بالضبط. بالضبط. سؤالي هل هذا معناه ينبق أن ندخلين على منطقة حريات منعدمة في الفترة. هذا أخطر شيء. لأننا ننتظر التعليمات. لا يبقى قدامنا حدث. وننتظر التعليمات. نتناول هذا الحدث بشكل إيه. فده أول حاجة. لو لم نتعاملنا مع الحدث مظبوط. هذا تقييد للحريات. لأننا ننتظرون التعليمات. كلما انتظرنا التعليمات. كلما نقيد حريات. والشعب المصري شعب جميل جدا. دائما يسعى أن يأخذ التعليمات. وهو اللي يقيد نفسه. ويقيد حريته بنفسه. لأننا ننتظر أننا نحتاجين أن ننتظره. وده يمكن أول تصريحات وزير الإعلام الحالي. أول ما مسك الوزارة. هو أنه يبقى فيه إعلام مستقيل. إعلام للشعب. إعلام. ووعد أن يبقى آخر وزير إعلام. وقال أنها ستبقى إعلام فعلا. الشعب يبقى فخور. أن هذا إعلامه الرسمي. فأعتقد أن هذا اللي نحن في انتظر. هو الصح الذي لا يبقى فيه وزارة إعلام. وده اللي نحن في انتظر. وده تصريحات الوزير. وتصريحات مجلس الوزراء. وتصريحات الرأي. هذه التصريحات التي كانت في الأول خالص. أن هذا الوضع المفقود. وبعدين لا ننسى أيضا أن الرئيس قبل الانتخابات قال. أن هناك حرية إعلام وحرية رأي وحرية تعبير. ولن أقصف قلم في عهدي. ولن تغلق قناة في عهدي. هكذا نتمنى. وفي الآخر زي ما أقول. هو إعلام رسمي وإعلام الشعب. مملوك للمواطنين. ومن حق المواطن على فكرة أنه يعرف المعلومات. يعرف المعلومات الصحيحة. وليست التعليمات. ووجد نظر محد معين بذلك. الكاتب الصحفي. أستاذ جميل عفيفي ناب. رئيس تحرير جاية الأهرام. بشكر حضرتك ومسين. إحنا أخرناك معنا. لسا نكمل فقراتنا في نهارك سعيد. ويا رب يبقى نهار سعيد. ننونا بعد الفاصل.